إذن مشاهدي محمد يابريس أهلا وسهلا بكم في برنامج صباح الخير يا فضالة وكانت واجدوا كما كنتشوفوا بالصورة بشاطئ مدينة المحمدية وبالضبط هذا المكان هذا اللي كيقولوا له الدريجات ومن هنا غدا تبدأ الانطلاقة ديال تهيئة شواطئ مدينة المحمدية وخاصة هذا الشاطئ هذا يعني تهيئة دياله غدا تبدأ من هنا من هذا المكان هذا احتل اه احتل اقامات دو مارس كيف ما كنتشوفوا بالصورة يعني من بعد فندق افانتي عدد كبير من المرافق اللي غدا تكون في هذا المكان هذا اذا نقوم معنا في البت المباشير بينما نضموا عدد من اصدقاء الصفحة ديال امبي لايف كما كنتعرفوا الشواطئ اه بطبيعة الحال الشاطئ اه فارغ بحكم اه بحكم القرار ديال اغلاق شواطئ مدينة اه المحمدية على خلفية اه ارتفاع الحالة حالة اه كوفيد تعتاش اذا نبين ما نضموا عدد كبير من الاصدقاء ديال الصفحة نكملوا اه الحديث ديالنا ونوضعكم في الصورة من هنا من شاطئ مدينة المحمدية اللي غدا تمتهي دياله يعني انتم دائما في بت حيوة مباشر على محمد ياب براس وصفحتها للبت المباشر امبي لايف وبرنامج وبرنامج صباح اخير يا افضالة اللي كتطلع عليكم كل صباح من خلال عدد من اه التغطيات والاحداث اللي كتوقع بالمدينة اولا كنتطلعكم بالاحوال للسير والجوالان بمدينة المحمدية كل صباح اذا كما كتشوفوا بالصورة بيديس على اشغال هنا بهذا المكان هذا هذا هو المكان اللي كيقولوا له دريجات بمدينة المحمدية هنا الشركة المكلفة بانجاز هاد المشروع بداس كتحط المطاريال ديالها كنتمنوا لها التوفيق والله ما يسر اذا هدية هذا هو هذا هو المكان بطبيعة الحال لغا تم اتهي ادياله بسيط بالنسبة لنا يعني اتهي اغدت سكون من هنا للأسف راح بقي 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 لبانو بقي احنا اتكلم معاون الليبانو غدينة اداره ان شاء الله عن مقاريب هاد الايام هدي اللي غدي يتم فيها توضيح المشروع والشركة اللي غدي تنجيز المشروع وايضا التكلفة ديال المشروع والجهات المعنية بانجيز هاد المشروع والبداية ديالاشغالها بدات بطبيعة الحال غدي تكون في البانو ايضا يعني غدي يكون نهاية الاشغال الامتا غدا تكون كنت منها ويتم احترام ديالها بحكم كما كتعرفو في مدينة المحمدية عدد كبير من المشاريع اللي كتبدا وحتى كتقرب تالي وكتتوقف هنا غدي نذكر للحاصر القنطرة ديال المصباحيات لقاعة ديال المغطات ومشاريع اخرى كتير لواقفة وبطع بيت الحال محمدية براس كتتواكب جميع المشاريع ديال التنمية بمدينة المحمدية اذا بداية الاشغال ديال تهيئة كورنيش مدينة المحمدية كيف ما كتعرفو التهيئة ديال كورنيش مدينة المحمدية هو يعني مشروع قديم جديد وسبق لنا اطرقنا له تقريبا هذي واحد ست سنين في محمدية براس غادي نعودو نذكروكم بالارشيف دياله ان شاء الله غادير اللوحو هنا الارشيف ديال التقريبا هذي واحد سنين كنا اطرقنا عليه وكان عدنا بطبيعة الحال صورنا البانو دياله وصورنا يعني الماكت ديال كيفاش غاديكون تهيئة ديال كورنيش ولكن ده بعدك شكله صافي ما ما بقاش لانه جات شركة جديدة ودارت تهيئة جديدة للكورنيش ديال مدينة المحمدية غادي نكون ملاعب هنا سيكون ملاعب 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 صغيرة خاصة ان المساحة كبيرة ومساحة شاسعة سيكون هناك فضاءات يجب لعبنا المساحات في مدينة المحمدية المشاهدين لنضمون لنا في المشاهدة هذه مشاهد حصرية كنقولها لكم من شاطئ مدينة المحمدية على مستوى القاعدة البحرية أو الدريجة كما كيقولوا في النواحة هذه التاهيئة ستبدأ من هنا إذن اليوم في تاريخ 25 غشت 2020 بداية أشغال هذه بداية ربما قدروا نقولوا بداية غير رسمية بحكم أنه البداية الرسمية بطبيعة الحال غدين يكونوا حاضرين فيها والله أعلم المسؤولين المعنيين بهذا المشروع العملاء قره مشروع ماشي سهل مهم للمدينة غدين يكون واحد المتنفس كبير للساكينة دي المدينة المحمدية إذن كنتم معنا في برنامج صباح الخير يا فدالة وضع لكم في الصورة بخصوص هيئة شاطئ شاطئ مدينة المحمدية إذن دمتم بخير وإلى اللقاء وبعد قليل بتمباشر آخر